اشتركوا في القناة عن قواعد الفيفا الاتحاد الدولي بالنسبة لمراسم قرعة منديال الاندية في الولايات المتحدة الامريكية قصة المعاد احنا قلناها قبل كده معاد مبدئي وممكن يبقى رسمي في الايام اللي جاية هو 5 ديسمبر يعني وده غالبا بالنسبة البيرة ممكن يتم الاتفاق عليه ولكن طبعا احنا هنا لازم نقول الموعيد الرسمية فاتفاق مبدئي يوم 5 ديسمبر هو الاسبوع الاول في ديسمبر هتتعامل القرعة ولكن الرسمي بقى اللي ممكن نقوله النهاردة وانا متواصل دايما مع الناس في الاتحاد الدولي بخصوص مراسم القرعة هو الاهل تصنيف اول ولا تصنيف تاني طب هو ممكن الاهل يكون في مجموعة معاه فيها الوداد او الترجي او سانداونز او ممكن الريال ييجي مثلا مع فريق اوروبي في نفس المجموعة مع النادي الاهلي احنا نهاردة بنكشف ولا اول مرة عن قواعد الفيفا في قرعة مونديال الاندية وعايز ااكد لحضراتكم ان الاتحاد الدولي فيفا بيستعد للاعلان عن عدة مفاجآت على هامش قرعة مونديال الاندية في الولايات المتحدة الامريكية وبتطبع في ظل وجود الاهلي فاكيد المفاجآت هتخص الاهلي وكل الفرق اللي موجودة فاحنا امام حدث استثنائي وعالمي كبير جدا الفترة اللي جاي طب تعالوا نستعرض مع بعض الفيفا لما حب يبدأ يعمل ليحة منظمة لشكل القرعة توصل لإيه؟ وإحنا قدرنا نتوصل لده ونستعرضه النهاردة معاكم على الشاشة لأول مرة ده قرار المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي اللي بيقول فيه سيتم تقسيم الفرق إلى مجموعات عن طريق تصنيف والقرعة ستكون علنية مع الوضع في الاعتبار ان القرعة هتتم بناء على التصنيف والعوامل الرياضية والعوامل الجهورافية وبالتالي ده شكل ترتيب المجموعات من أول الجروب A حتى الجروب H من أول المجموعة الأولى لغاية المجموعة التمنى إذن لما تحط الفرق هتصنفها بناء على التصنيف الرياضي والتصنيف الجهورافي يعني الجهورافي يعني الآهل استحال يجي مع الترجي في مجموعة واحدة يعني الآهل صعب جدا تلاقيه مع الوداد أو ساندونس ونفس الأمر بالنسبة للفرق الأوروبية أو فرق أمريكا الجنوبية تعمدك بالميراس وفلمانجو وفلمنانسي وريفر بليت والفائز في كوبا لبرتادورس الأخير اللي هيتلاقيه في إن شاء الله يوم 30 نوفمبر دول مش هيكونوا مع بعض في مجموعة واحدة نفس الأمر للاتحاد أسيا الهلال السعودي والعيني الإماراتي أولسان هونداي وأراور الدامونز الياباني كل دول مش هيكونوا في مجموعة واحدة وبالتالي نحن بنكشف لحضراتكم القواعد للفيفا وضحها وأعلنها من خلال المجلس التنفيذي للاتحاد الدول طيب فاكرين لما قلت لكم إن الماتشاط هتبقى التصنيف الأول بلعب التصنيف الثاني في أول مباراة قدامكم على الشاشة هوق جدول المباريات لمنديال الأندية ده جدول المباريات لمنديال الأندية أول مباراة في الجولة الأولى A1 بلعب A2 و A3 بلعب A4 B1 بلعب B2 و B3 بلعب B4 وهلما لغاية المجموعة التمنى إذن لو في مجموعة الآية لمصنف تاني والسيتي مصنف أول ووقعه مع بعض أول مباراة الآية لمنشط سر سيتي وبالتالي ده شكل ترتيب المباريات ماتش داي 1 ده الترتيب ماتش داي 2 ماتش داي 3 ده ترتيب المباريات بالنسبة لمنديال الأندية طيب ده شكل المجموعة لما نروح بعد كده للورقة اللي بعدها أنت دلوقتي عندك 8 مجموعات أيتأهل من كل مجموعة ناديين فيبو 16 نادي هو أنا لو طلعت أول المجموعة الأولى النادي الأهلي هلا يبقى فيه قرعة تانية ولا القرعة من البداية معدى سلفا أنت لو تأهلت أول هتلاعب مين نستعرض مع بعض في ترتيب المباريات في الكوارتر فاينال أو دور الستاشر والربع النهائي والسيمي فاينال والفاينال وخدوا بالكم ما فيش مباراة الثالث والرابع أول المجموعة الأولى بيلاعب تاني المجموعة التانية أول المجموعة الأولى بيلاعب تاني المجموعة التانية وتاني أو أول المجموعة التانية بيلاعب تاني المجموعة الأولى يبقى عملية مقص ما بين الأولى والتانية والثالثة والرابعة والخمسة والستسة والسبعة والثامنة وبيتحط جنب كل مباراة رقم المباراة مثلا لو أنت أول الأولى بتلاعب تاني تاني هيبقى ده المباراة رقم تسعة واربعين طب تسعة واربعين لما تيجي تتأهل هتلاعب مين الفريق الكسبان في المباراة رقم خمسين اللي هو اول التالتة مع تاني الرابعة اول التالتة مع تاني الرابعة القواعد دي بطولة لأول مرة ومن قبل القرعب شهره هو بنقول لكم وبنبشركم بشكل ترتيب المباراة والمجموعات في الفترة اللي جاية كل الادوار دي فيها اكسترا تايم ركلات جزاء الانزارات مش هتتلغي الا بعد دور التمانية يعني في الستاشر والتمانية لسه الانزارات مكملة معاك من دور المجموعات ده نظام البطولة بعد السمي فاينال هتروح على الفاينال ما فيش تالت ورابعة وبالتالي ده شكل وترتيب المباراة ده انفراد نهاردة من الاتحاد الدولي للقرع اللي هتتعمل ان شاء الله الشهر المقبل وشكل وترتيب المباراة اللي هتعمل فيه الفترة اللي جاية الناس بقى تسألني السؤال المهم هو الاهل الاول تصنيف اول ولا تصنيف تاني واحدة واحدة خلال اسبوع ابديت معاكم انا اقول لكم باذن الله اول ما يتم اعتماد شكل تصنيف الفرق سواء على مستوى الاندية او منتخبات او تصنيفك ققرة او تصنيفك على بناء الرانكينج بتاع المنتخب بتاع بلدك كل ده مجرد ما يتم الاتفاق عليه ويتاخد بيه قرار رسمي انا اعلنوا لحضراتكم اول لكم الاهلي اول ولا تصنيف تاني وانا عندي يعني توقعات مش معلومات ان باذن الله الاهل ممكن وارد جدا يكون تصنيف اول في مونديال الاندية في الولايات المتحدة الامريكية